السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بلا شك تسألوا واش الاختبار الشفوي مهم بزاف في النقطة النهائية دي المباراة توضيف الأساتذة أطر الأكاديميات فوج 2021 إذن في هذا الفيديو غادي نحاول نقرب منكم الصورة دي الاختبار الشفوي كيفاش كدوز وكيفاش كنحسبو واحد المترشح ناجح أو واحد المترشح راسب في الامتحان الشفوي واشنو العلاقة دي الامتحان الشفوي بالاختبار الكتابي لمباراة توضيف الأساتذة أطر الأكاديميات قوموا معايا دائما في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن الاختبار الشفوي لمباراة توضيف الأساتذة أطر الأكاديميات إما كتكون فيه ناجح أو راسب النجاح والرصب دائما في الاختبار الشفوي ما معنى النجاح في الاختبار الشفوي هو أنك تنجح بتفوق ولا أنك تنجح بنقطة مستحسنة يعني بتفوق ما معنى بتفوق بتفوق أن المترشح في الاختبار الشفوي بان للجنة بأنه متمكن جدا من المعارف مطلع كذلك على الحقل التربوي له كاريزمة أستاذ له كل المؤهلات لكي يصبح أستاذا ناجحا إذن يعني أن هذا المترشح ناجح بناء على ماذا؟ بناء على المستوى المتمكن الذي أظهره المترشح أثناء الاختبار الشفوي إذن هو بين للجنة من خلال الأسئلة التي طرحته من اللجنة من خلال الأجوبة دياله بيلها بأنه متفوق جدا من كل ما هو بيداغوجي ومن ما هو معرفي من حيث الدروس هذه بالنسبة للنجاح بتفوق يعني هذا المترشح يمكننا نعتبره ناجح فقط انطلاقا من الاختبار الشفوي حتى ذلك اللجنة ممكن تعمر واحد التقرير كتقول فيه بأن هذا المترشح متمكن فهم؟ نجيوني للنقطة الثانية هي نقطة مستحسنة انتم ما كتعرفوا بأن شبكة التنقيد كتكون ستين على ستين إذن نقطة مستحسنة ممكن يكون جاب أربعين على ستين خمسة وثلاثين على ستين ما بين أربعين وخمسة واربعين مستحسنة إذن فهذا الحالة شنو؟ فهذا الحالة النجاح النهائي في المباراة يستدعي ماذا؟ يستدعي العودة إلى نقطة الاختبار الكتابي لإقرار نجاح المترشح من عدمه فهذا الحالة هذه ممكن للجنة أنها تقول هذا المترشح هذا ناجح مئة بالمئة لماذا؟ لأن نقطته فقط مستحسنة يعني ترجعوا للنقطة دير الكتابي بيش نقولوا هذا المترشح ناجح أولا إذن هدرنا على النجاح في الاختبار الشفاوي وفين كي يوصل بنا؟ دابا نهدروا على الرسوب في الاختبار الشفاوي ما معنى الرسوب في الاختبار الشفاوي هو أنه المترشح يجيب أصغر من 30 على 60 يعني يجيب قل من 30 على 60 مثلا يجيب 20 على 60 ولا 15 على 60 25 على 60 أو الضحف البين أنا أشرح لكم كيفاش الضحف البين إذن دابا نبدأ أولا بنقطة أصغر من 30 على 60 واحد المترشح جاب نقطة صغر من 30 على 60 واش يمكننا نقولوا هذا السيد هذا راسب في هذا المبارا باش نحسموه في النجاح لهذا المترشح من عدمه خاصنا نرجعو إلى نقطة الاختبار الكتابي لإقرار نجاح المترشح من عدمه ما فهم إذن وخل المترشح يجيب واحد نقطة أقل من 30 على 60 ممكن ينجح في المباراة بناء على النقطة دياله اللي جابها في الاختبار الكتابي لهذا المباراة نجيو نضع في البين الضعف البين ما معناه؟ معناه أنه المترشح يدخل لجنة جميع الأسئلة ما كيجيوبش عليهم جميع الأسئلة كيوجههم بأنه ما عارف شو لا كيبدأ غير كيخربا غير متمكن من المعارف الأساسية ليس له الطلاع على ما هو بداغوجي تربوي هناك ضعف في الشخصية إذن هذا ما يسمى بالضعف البين إذن فهذا الحالة شنو كيكون المصير ديال هذا المترشح؟ الإقصاء النهائي بدون الحاجة إلى العودة إلى نتائج أو نتيجة الاختبار الكتابي فهذا الحالة هذه ممكن ذاك اللجنة اللي دوسي عندها تقصيك بناء فقط على الاختبار الشفوي بدون العودة إلى الاختبار الكتابي وبيش ممكن تقصيك إما عن طريق تقرير أو عن طريق أنك تعطيك واحدة نقطة موجبة للرصوب في الامتحان الشفوي وهذا الشيء اللي غاد يؤثر عليك في الاختبار كامل وفي النقطة النهائية إذن تكلمنا على النجاح في الاختبار الشفوي وفين كي وصلنا؟ وتكلمنا على الرصوب في الاختبار الشفوي وفين كي وصلنا؟ دكار دونك هاد الشبكة كتوضح لي كيفاش كتتم العملية ديال ربط الاختبار الشفوي بالاختبارات الكتابية إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم جديد القناة دائما من نصائح وإرشادات من دروس في مادتي اللغة الفرنسية والرياديات من نسبة الابتداء وكذلك من نسبة الإعداد مساعدة الطلبة والطالبات في الاستعداد لمباريات التعليم إذن نوضع دروس نوضع صحيحات للاختبارات السابقة في مباريات التعليم كذلك مستجدات تربوية ودروس طبيقية لتطوير الممارسة الصفية للأساتداء والأستادات كذلك غدي مقندير دروس طبيقية ومستجدات تربوية اللي غدي تمكننا بأننا نرقاوا بالممارسة الصفية ديالنا كأساتداء وغدي تكون هاد الدروس موجهة للأساتداء الجدد إذن هاتش اللي كان عندي في هذا الفيديو وفقكم الله وسدد خطاكم قناة التربويات مع الأستاد محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته